عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الاستثنائية الثالثة والاربعين في يوم الثلاثاء اثنين ربيع الثاني الف وربعمائة وخمسة واربعين هجريا الموافق السبع عشر من اكتوبر الفين ثلاثة وعشرين في مدينة مسقط بسلطنة عمان برئاسة معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي ووزير الخارجية بسلطنة عمان ورئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري وبمشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة بحث المجلس الوزاري تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ضوء تصاعد أعمال العنف والقصف العشوائي غير القانوني للأحياء السكنية في قطاع غزة الذي نتج عنه مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين والأبرياء ونوايا إسرائيل لغزو القطاع وتهجير السكان المدنيين وتابع أيضا وناقش التحديات العاجلة والخطيرة التي تواجه المنطقة جراء ذلك وتم الاتفاق على ما يليه طالب المجلس الوزاري بالوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وإنهاء الحصار الإسرائيلي غير القانوني وضمان توفير وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية واستئناف عمل خطوط الكهرباء والمياه وأيضا السماح بدخول الوقود والغذاء والدواء لسكان غزة وأكد المجلس الوزاري على دعم ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه والتحذير من أي محاولات لتهجيره المجلس الوزاري دعا جميع أطراف النزاع إلى حماية المدنيين والامتناع عن استهدافهم والانتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني دون استثناء وطالب إطلاق صراح الرهائن والمحتجزين الأبرياء من النساء والأطفال والمرضى وكبار السن كما دعا إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني أكد أيضا المجلس الوزاري عزمه على تفعيل عملية إغاثة إنسانية عاجلة لمساعدة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي هذا الشأن تم الإعلان عن تقديم دعم فوري للمساعدات الإنسانية والإغاثية بقيمة 100 مليون دولار كما أعرب المجلس عن تأكيده حول ضرورة تأمين إيصال هذه المساعدات إلى غزة بشكل عاجل وأكد المجلس الوزاري على دعم مبادرة المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط بالتعاون مع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وأن المجلس الوزاري بيأكد على التزامه بموقفه الثابت والداعي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني على الأراضي الفلسطينية كما أكد على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا للقانون الدولي ومبادرة السلام العربية وقرارت مجلس الأمن والجامعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة مشددا على مسؤولية المجتمع الدولي في التعامل مع القضية الفلسطينية دون إزدواجية في المعايير أكد المجلس الوزاري على موقفه اللي بيناشد فيه المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن القانون الدولي للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية غير القانونية وسياسة العقاب الجماعي اللي بتنتهجها ضد سكان غزة العزل والشعب الفلسطيني كافة واختتم المجلس الوزاري اجتماعه بمناجدة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتنفيذ القرارات السابقة الخاصة بالصراع العربي الإسرائيلي واعتماد قرار يضمن امتثال إسرائيل للقانون الدولي ومثاق الأمم المتحدة والرفض القاطع لأي مخططات وتوجهات إسرائيلية لغزو غزة أو الأراضي الفلسطينية أو تهجير السكان ترجمة نانسي قنقر